ردود فعل عربية ودولية غضبة من جرائم الاحتلال المستمرة بقالها 40 يوم بالزبط على المدنيين في قطاع غزة استهداف للمنشآت والمباني الصحية والمستشفيات مبارح جم فيه حالة استنكار واسعة للجريمة الجديدة اللي ارتكبتها قوات الاحتلال باقتحام مستشفى الشفاء واللي فيه حوالي 1500 من أفراد الأطقم الطبية وقرابة 700 مريض و39 من الأطفال المبتسرين و7000 نازح جراء القصف المستمر على القطاع حيانه الاقتحام جي بعد أيام من حصار مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والقليات العسكرية وقطع للوقود والكهرباء اللي أصفر عن استشهاد العديد من المرضى العناية المركزة والأطفال المبتسرين لدرجة أنه إدارة المستشفى اضطرت أنها تدفن 100 جثة في مقبرة جمعية بعد تحلولها وظهور مخاوف من انتشار الأوباء وبالمناسبة هم اضطروا يدفنهم لأنه حتى الكيان الإسرائيلي رفض خروج الجثمين يعني حقيقة ما يحدث الآن في قطاع غزة هو جريمة حرب مكتملة الأركان جريمة لا يمكن تبررها تحت أي ظرف حتى لو بذرية الدفاع عن النفسية بكل تأكيد والغريبة كمان أن القوات الاحتلال اقتحم المستشفى بحجة أن فيها عدد من المحتجزين الإسرائيليين في داخل هذه المستشفى وأنه تنطلق منها أعمال العسكرية من المقاومة وأنه عندهم معلومات استخباراتية بتؤكد هذا الكلام لكن بعد أعمال القتل والإرهاب والترويع والتفتيش داخل المستشفى لم تجد قوات الاحتلال أي من المحتجزين الإسرائيليين أو ما يدل حتى على وجودهم في السابق داخل مستشفى الشفاء وده بيؤكد بكل يعني مما لا يدعم جالا للشك استمرار الفشل لاستخباراتي لقوات الاحتلال يمكن لهذا السبب الجيش الإسرائيلي دخل مرة تانية بالمناسبة أمس يعني بالليل بعد الساعة 12 تأيما دخل مرة أخرى لمجمع الشفاء دخل مستشفى الشفاء مرة تانية بعد ما تحدث أنه لا مفيش رهائن في مجمع الشفاء أو تحت مستشفى الشفاء فمرة تانية قرر اقتحام المستشفى ويعني مشاهد الاقتحام الإجرامية للمستشفى الحقيقة أثرت ردود فعلة عالمية واسعة وتظاهرات أمام البيت الأبيض وتظاهرات بالمئات في واشنطن للتنديد بالجريمة الجديدة وردت المحتجون هتفت طالب الإدارة الأمريكية ورئيس جو بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجمعية لإهالي غزة وده بيعكس أنه أصبح فيه رأي عام دولي رافض لهذه الجرائم وبيمارس ضغوط على الحكومات الغربية اللي أعطت ضوء الأخضر لدولة الاحتلال لارتكام هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ولو تبعنا حتى بعض من ردود الأفعال الغربية أمس كمان يعني بجانب الرئيس الفرنسي إيمانيوال ماكنو أيضا تبعنا تردو طبعا لا كندا تحدث أيضا أنه ما يحدث فيه قطاع غزة هو مرفوض تماما إسبانيا، البرازيل كل هذه الدول الغربية ضد ما يحدث فيه قطاع غزة حتى يمكن استطلاعات الرأي أشارت أنه بالفعل تراجع تراجعت الأراء بشكل كبير جدا عن العملية العسكرية في قطاع غزة ما يحدث فيه قطاع غزة بالفعل أظهر الفشل الاستخباراتي للكيان الإسرائيلي كل الأحداث التي نتبعها لحظة بلحظة بجد تظهر مدى الفشل الذريع الذي يحدث فيه قطاع غزة على أي حال مستمرين مع حضراتكم في متابعة تطورات الأحداث في غزة ومرة تانية نصبح عليكم صباح الخير وسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر